أفدت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن عملت خلال الأيام الماضية مع القهرة والدوحة للتوصل لوقف إطلاق نار يقود لسلام دائما وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حركة حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأنها في انتظار رد الحركة عبر القنوات الرسمية مشيرا إلى رفض حماس على المقترح يجب أن لا يستغرق وقتا طويلا لأنه مطابق تقريبا لما وافقت عليه قبل أسبوع وفد ميلر أن المحادثات تشمل أيضا ضمان أن لا تدير حماس مع بر فحبل تتوله سلطة أخرى ونسعى لتحديدها حسب قوله ميلر أكد أيضا على الالتزام بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة جنبا إلى جنب مع انهي إسراعي في غزة كما أشار إلى أن بلاده تنظر في حوادث وقعت في غزة لتقييم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وعن المساعدات لقطاع غزة قال ميلر إن هناك محادثات مع الجانبين المصري والإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح وزيادة المساعدات